احنا اول فسنة عملته خالص كانت هي احنا قولنا قبل كده بتعبيت تعصفور وكانت بسبب معرفتي كمان بالاستاذ الله يرحمه للغالي محمد الصغير يعني انا طبعا بفقدانه انا فقدت حاجة كبيرة جدا قيمة وقامة وشرف وكان حد في ظهري جامد يعني سنين عمري كلها كان في ظهري يعني محمد الصغير ربنا يا رب ينعموا بالجنة يا رب اول فسنة بقى عملته باستفادة قوي كان فرح عصفور كان عندي لسه ما دخلت اشتجامعة 17 سنة 16 سنة ونص كانت حاجة ورا الخيال لقيت حد بيكلمني عايزة اعمل فسنة فرح طالعا انا مش اقدر اعمل فسنة فرح من بابه يعني قلت لانا هتجوز حد مهمة قوي حرم استاذ عمر عصفور يعني حاجة مهمة قوي وانا يعني انا والدتي عندها فكرة بالخياطة وكده وانيجي يعني نتشوف مع بعض من كنت مع بنت خالتي في محل بنشتري حاجة ليها وماشي فانا وردت له النوع شغل الله حلوة قوي ايه ده انت فين انت فين محلك بطول ما فيش محل انا ليس طالب قالت لابديني على تليفونك مكانش بقى فيه لما موبايل ولا كلام ذا فسيبت له تليفوني قلت على باب يعني شكرا يتحد بيتكلمني احنا جايل لك جت عملنا مع بعض الفستان واشتغلته كان حاجة ما حصلتش اتعرفت على السيدة محمد الصغير وانا قايت لي تعالى بسرعة محمد عايزة اتعرف عليك فانا داخل السويت عشان الله مبروك واتعرف على محمد محمد كان خالق الله ارحم قال لي هتكون اهم مصمم ازيادة قال لي بالشغل الحلو ده هتكون حاجة كويسة عوش فطبعا كلمته راني فورني مش اقول بقى انا عندي 18 سنة بقى بطلو بقى حالينا حلوين بقى مش انتوا تيطين عليك انا ممكن ابقى جامد يعني لا انت بتخافش عليك بابا بقى كان فين في الحتة دي فقا كان لسه يعني هو شاف دي بس بقى كلا الله ارحمه وشجعك بقى قبل ميت لا ما شجعش وكان يعني غير ممتن وغير سعيد وبقى كده هو يمكن انا برضو بقول ان يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيحب امي قوي عشان تعاملت معايا بالحب وبالرفق وبالعرفة اللي هو المنطق اللي انت ممكن اردت عاملي ابنك احنا نرده 2021 الكلام ده بقى له سنين طويلة قوي امي سيدة لم تكمل تعليمها اتجوزت عندها 16 سنة او 15 سنة او نص عارفة ايام زمان قوي لهم يعني يجي العريس فهيشيلوا الحكاية تعاملت معايا بواحدة عندها دكتوراه او ماستر او ماجستير او حاجة كده اللي هو ايه ابني عنده حتة تالنت موهبة في حتة معنا خد بقى دراستك وقدام الموهبة دي اعمل بالانس فهي لسعادتني جدا وعملتلي توازن نفسي انا ممكن كنت ممكن اقول لا انا عايز بس العب واجري واتنطط واشتغل او اذاكر بس واتضرب ومش خلاص بقى انا هذاكر فعملت بالانس بين ده وده ويمكن ربنا مديها لعمر والصحة مطاول في عمرها لغاية النهاردة انها بتشوف يمكن ما جلناش مثلا ان هو عزب واطيان ومشافئ بتشوف ثمرت اللي هي شجعته جلن نجاح جلن نجاح لا يقدر بماله النجاح والسيرة الطيبة والاسم بيسمع في مصر وبرا مصر فبتحس انها عالقل انها حست كويس انها انها يعني عملت حاجة ربنا اديها مقابلها نجاح واسم وشهر الحمد لله ربنا طب ايه اصعب فستان عملته بص في فستين كتير قوي بتبقى كان فيه تحدي كبير اه بص يقولك حاجة اصعب فستين بتبقى بالنسبالي اللي هي بتبقى انت خارج عن المألوف او انت راح فاشن شو مهمة اوي انا وانا مثلا رايح فاشن شو اول مرة باريس انا بيت اقول هقدم ايه انا هقدم ايه جديد يقول انا هاني البحيري اللي رايح بلد الموضة بلد الجمال بلد معقل الازياء ديارو وشانالو وكل كبار مصميم الازياء في العالم بيصبوا في اسبوع الموضة الفرنسي كان اصعب فستان اللي انا اقدمه اللي هو النيفرتيتي الملكة النيفرتيتي ملكة مصر اقدم ده ازاي هل ارسم النيفرتيتي كده عادي لأ انا رسمت البدن كله هو النيفرتيتي بجسمها كأن النيفرتيتي مشي على الكاتوك يعني بذات مش بقى لابسة المشاتيني بتبقى في اسبوع الموضة دي قبل للاستخدام فيما بعد ولا هو بس بيبقى معمول لأسبوع الموضة بتبين فيه مهاراتك هارد على ده وده فكان ده صعب اونا انا اعمل الملكة النيفرتيتي قلت العادي هنحط القبعة والعقد وكذا فستان دهبي مثلا عادي بالضبط وبلت مثلا انا رسمت وش النيفرتيتي رسمت بالبنتير كله واشتغلنا كله بالاستراس وعملنا الكليه والفستان على فستان يعني مش هي بقى الموديل لابسة الطبعة وعملنا ميكاب النيفرتيتي اللي احنا رسمناه على الفستان كله ولبسنا البنت تاك كبير قوي حاجة تحفى ودخلت هي بيه على الكاتوك دي كانت اول مرة كانت اول مرة في باريس فكانت بالنسبة لي الناس قاموا احتراما للملكة بايس اقفوا وفي الفينال دخلت انا وهي البنت ومحمد الصغير الله ارحمه فكانت قولي دي كانت بالنسبة لنا مصر فكانت دي كانت بالنسبة لنا دي كانت تحدي مش تحدي اللي هو إثبات وجود وتقولي انا مصرية كذا وفي بلد الموضة كذا